اختتمت اليوم فعاليات أسبوع التبادل الثقافي الرقمي بين شباب سلطنة عمان وجمهورية الصين الشعبية التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب تضمنت فعاليات الأسبوع قامت منتدى رواد الشباب لصناعة الثقافة الرقمية بين البلدين الصديقين وعرض تجارب الشركات الصينية المتخصصة في الثقافة الرقمية الحديثة كما نظمت فعاليات مصاحبة من بينها معرض للنحط ومعرض للتصوير عبر الاتصال المرئي للفنانين العمانيين والصينيين ومعرض شركة هواوي لشباب العماني والصيني في مجالات التكنولوجيا المتقدمة كما تم تنظيم مسابقة للتصوير الضوئي كرم الفائزون بها خلال الحفل الختامي الذي رعا فعالياته سعادة السيد سعيد بن سلطان البسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة اشتركوا في القناة